السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما غديش نطور عليكم فيديو قصير اه اللي هو عبارة عن فرص العمل في المطارات مع شركات الطيران خصوصا في اسبانيا والمغرب مع الخطوط الملكية المغربية مع ايبيريا وكذلك مع ايروروبا ولا جراون فورس الناس اللي بغاد تتخدم في المطارات فانا كان عن تعتبر واحد الخدمة مزيانة علاش لانه نفس تجريبة اه ديال العمل في الجميع مطارات العالم هي تجريبة موحدة ولا طريقة العمل هي طريقة موحدة فبالتالي الى اخدمتي في المطار في المغرب راح النفس اللي كتخدمه في منراكش في تانجة غدي تخدمه في مدريد يتخدمه في باريس غادي على حسب وغادي تخدمه في بيرلين في بيكين في tilt كيجي ساهل الحصول على العمل لان خدمة مطلوبة ليتخدمة مطلوبة جدا تقريبا جميع شركة الطيران ولا المناولات اللي كتخدمة في المطارات كتعمل التوظيف جوج ديال المرات في العام.今w شيهر ثلاثة وكذلك في شهر عشرة. هادي العام هادا كي يعملو تتوضيف ديال العطلة الصيفية. علش? لانهم نقسم بزاف الناس اللي آآ غاد يخدموا. والحمد لله في المطار هنا في مادريد دايما كنشوف مغاربة جداد. فآآ كنظم كين فرص اكبر ان الناس قدروا تختم هنايا في مادريد. وكذلك واحد فرصة للعمل في الدار البيضاء غدين هدروا عليها. اذا بلا ما نطور عليكم هنايا باللاتي كيف معاودكم دائما احنا هنايا بالسكرين. فهدي فرصة العمل مع الناس اللي بغت تخضب مع الخطوط الملكية المغربية في مطار محمد الخامس كما كتشوفوه. هناك يقول لك الخطوط الملكية آآ يعني كتوضف الناس اللي آآ عندهم ما بين تعتاش وسبعة وعشرين سانة. عندهم باك باك زائد جوج. هنايا كي طلبوا في الناس. موهيم داك الناس اللي كتطلب اي واحد كتمنى يكون عندك في الخدم. او اللي انت كتمنى من اللي تمشين شي سير في تجبار داك الانسان كيتعامل معك. فهذا هو اللي كي طلبوه يعني تكون آآ كتسمع الناس تكون كتخدم مع الناس تكون كتكومونيكا مزيان تتواصل مزيان مع الناس لا اقل ولا اكتر. بالنسبة للغات فكي طلبوه العربية الفرنسية والانجليزية هذي معروفة آآ في المغرب هذي اللغة الطوية الحال اللي كانت بازاوا عليهم في في المغرب. اللي بغا يخدم قدي سارد السيفيديا له هذا الايميل هذا انتم ما شوفوه الناس والناس اللي عندها القناة الخدمة رخصة تتبع الفيديو حتى ان الاخر. آآ اللي ارد عليكم. لان بزاف ديال الناس هنا ده با كنوريكم فين? ومبعدك يقولي شنو نعمل فين? وقف الفيديو وشوف. ها فين غد دفع الايميل ديالك. يعني الاخر اجل باش يبدأ تتوضيف هو آآ قبل خمستاش تسعود الفين واثنين وعشرين. هذا فيما يخص الخطوط الملكية المغربية. كذلك بالنسبة للناس اللي بغا تتخدم مع ايبريا فكتطلب الناس في جميع اللي نقولو في جميع الشعب ولا في جميع ديال الخدمة. الناس اللي كتشارجي والديشارجي. آآ الناس اللي كتعمل في المكتب تسجيل. الناس اللي كتعمل لك اركاب. وكذلك آآ او لمنسق الرحلات اللي كتكون الرحلات الارضية. فكتدخل هنا يا ديالي. خلي لكم ان شاء الله هاد الروابط كاملة. كتدخل ديال ايبريا. اول حاجة ايبريا ما كتسرد لاش سيفو. انما هما كيتلبولك انك تسجيل معاهم. كتجيل هنا هاد الطة. كتكيف هاد الطة. ها? كتسجيل معاهم كتعمل المعلومات ديالك. ومن بعد فكتبدو هنا تسجيل كتعمل عندك النية ولا النية. فكيقبلوا حتى المهاجرين اللي عندهم بطبيعة الحل ورق ديالهم بريقلة. فالحمد الله انا اقول لكم موريت كنشوف بزف بزف ديال المغربة في المطار خصا البنات. معرفتي الدراري واش ما كيخدموشي ولا ما كيقرأوشي ولا ما كيقلبوش على راسهم. ولكن كنشوف بزف ديال البنات جداد كنشوف البنات كيخدمو الخدمة ديال الدراري. كان واحد ابن تبارك الله عليها اخد دعمة وكتشارجي وديشارجي الباجاج. والله ما كنشي واحد كيخدم بحالة لا مغربة ولا ولا نصارة. معاها تبارك الله عليها. المهم كتمنوا الدراريتهم يقرأوا ويهتموا شوية بالمستقبل ديالهم. المهم هنا في ابرياء تقدر تسجل طبيعة الحالية. كنتي خلق هنا اسباني او لا اذا كنتي يعني مقيم عنك الاقامة فكذلك تمن هنا انمية ديالك. الرقم كتختار واحد الكنتراسينيات ديالك طبيعة الحل. اسم واش ولد ولا بنت تاريخ ديال مهم معلومات بسيطة جدا وكتسجل معهم ودك الساعة كتشوف كل مرة كيكون عندهم ده برا عندهم واحد جوج كل مرة كيكون عندهم واحد العرض للعمل اللي بغى يخدم معاهم فانت كتتاخد ديك العرض واللي مزيان هو انك ميك تسجيل معاهم وكيكون عندهم عرض العمل هو ما كيسر دورك مرة اخرى واش بغيتي تخدم معاهم او لا لا بطبيعة الحالة ده هو اللي مزيان في هاد الموقع ديال ديال ايبري هنا في اسبانيا كذلك كينا اه هي اه نقولو الخدمات الارضية ديال اير اروبا اللي هي بحل شركة اه منافسة كنت عانقول بحل شركة الوطنية الاسبانيا ويا شركة في صراحة شركة شركة وطنية لان حتى الحكومة كات اه كتكريها بالاغراض ديال الحكومة اه منافسة الارضية هنا في اسبانيا فغران فورس هي واحد ايش كتسمة واحد الفيلية ديالها او لا واحد شركة فورس شركة كبيرة اللي هي جلوبالية اللي داخل فيها ايروبا وغران فورس وبزاف ديال اه وكالات السافر هاد غران فورس هنا ايه اف مادريد كذلك طلبين الناس يخدموا لانشان نحاول نعمل داك الشي بالعربية نوريكم اه هنا شنو شنو هنا بمطر مادري بطريقة الحال المشاركون في عملية الاختيار خصوم اه متحيل الاختبار يعني ابتداءا من تناش غادي يبدو يعيطون الناس ابتداءا من تناش شهر ثمانية فمبيل الوظائف اللي عادي تخدم هي تصنيف وتحميل وتفريغ البدائع والامتعة ادارة المعدات والمركبات هاتك بالعادي المطر يلي ممكن تشوفو كي قرم الطيارة شي كي شارجي شي كي دي شارجي سلالي ما عندك السلم ديال اللي كنقنكتو مع الطيارة تنسيب وازالة السودود الله يوديش من سودود بلاس يا دي العربي انه ترجع مراكي كدقود اه كولوكاتيون الريترا دي كالسوس يعني كتكالي 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 كتمن واحد الكالة الرواية ديال الطيارة ما ما انتخلش في التفاصيل فا اه كدليك داخل في الخدمة ديال اه الطيارة اللي مهم هو خصوكو عندك البيرمي ديال السوغان بي واحد كتخدم احنا دبا في المطارات عمنا الخدمات في الليل في الصباح في العشية مهم تقريبا كل جسيمانات على حسب الشركات فانا تقريبا كل شهر كيعطيوني مثلا قاعدين خدم من ثمانية الصباح للربعات للعشية الشهر اللي مجي كنخدم من الربعات للعشية نطناش للليلوها كده دوالة اه يعني كتكون الخدمة عن تريسي تراب اخر خلنا دا كبارثيال اه مهم اناك يقول لك يعملوا عشرة ساعة ولكن هم محتاجين الطبي ديال الناس الناس كتخدم سستة وثلاثين حتى ناربعين اه ساعة فكذلك انا نخلي لكم الموقع وانتم ما تدخلوه بطبيعة الحال اللي ما عندوش لقانا يدخل اه ويبقى يعمر ويعدل سيفي رغم عندوش لقانا يخدمها الاخوان باش نكونوا واضحين من الله لان هذي مشي تمارة هو اخصك واحد عسرة ولا عشرين دقيقة الى كان عندك السيفي معدل في الورقة ديالك واجد كتحطه قدامك وقد دخلو هذي المواقع وقد تبقى عير كتنقل وتعاود المعلومات الى ما كانش عندك معدل بطبيعة الحال را خصك اه الوقت اكتر ولكن لي ما عندوش تسع الخطر انه يعمر هذي المعلومات هذي راه من اللي هنا يكي يبدأ لسيلكسيون يعني الى ما كانش عندك تسع الخطر انك تعمر هذي المعلومات فبالتالي انت ما عندكش تسع الخطر انك تخدم في هذي الشركة او لا يعني يقع راه ما عندكش نقوله اه بين القوسين اللي قانا باش تخدم مع هذي اه الشركة هذي بالنسبة للتجريبة في الحياة الواقعية ديالنا في في المطارات فا اه كتخدم سويا عقلالي وكتربح اه واحد ثامان مقارنة مع الساعة فما نقولوش كتير ولكن مزيان اللي مزيان في المطار هو انك كذلك من اللي كتدخل تخدم في المطار فكيبليو الشركة يدفزو عليك يدفزو عليك بين القوسين ويمكن توصل انك تخدم مع جروج ديال الشركات بحال اللي كنت كان امعناش حال هذي كتخدم مع جروج ديال الشركات واذا كنت مطور ماشي منطرنا بحالي بتقدر تعمل لعبات الى خدمتي مع جروج ديال الشركات لان هنا هي مسموح واصلا هما كيسولوك وكيقولو لك واش خدمش شركة وكيحاولوا ما امكان انهم ما يعطيوكش الوقت اللي تكون خدم مع الشركة الاخرى وانما تقدر تخدم مثلان اربعة ساعات هنا في النهار واربعة هنا يا وكتخرج لك حسن ما تخدم تمانية ديال الساعات مع اه شركة واحدة ومن اللي كان قولك تخرج لك حسن ما تخدم تمانية الساعات مع شركة واحدة من ناحية المادية وحتى اذا اخدمتي غير ثلاثة ساعات مع هات الشركة واربعة مع هات الساعة اليوم سبعة ديال الساعات مع شيتات تمانية ديال الساعات كاملين فالقضية كتخرج مزيانة بالزاف بالحاق يكون عندك الرأس وما تفردش في الفليسة ديالك المهم هذا هو الموضوع ديال اليوم شكرا مزيف لحسن المتابعة اللي عنده شي سؤال ونقدر نجاوب ونخليلو هنا غاد نخلي لكم الروابط الى ما خليتمش فقروني الله يرحمكم الواردين السلام عليكم وليا مبروكة لجميع